السلام عليكم. آآ عاملين ايه يا شباب جونيور فور النهاردة? او في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الاسئلة اللي موجودة على آآ اللي هو لسون وان في يونت وان. طيب عندي نوعية الاسئلة دي اللي هو السؤال بيقول read and match. read يعني اقرأ. match يعني وصل. بيبقى عندي هنا آآ شوية جمل. المفروض هنوصلها بالجمل في في البوكس التاني ده. طيب ايه انسى الطريقة نحل بيها السؤال ده? بصوا شباب. نبدأ الاول بقراءة الجمل اللي موجودة هنا وانترجمها كويس قوي. وبعد كده بعد ما نقرأ الجمل اللي هنا نرجع على الجمل اللي موجودة على الشمال. طبعا احنا خلاص هنبقى فهمنا دول بيكلموا عن ايه? لما نيجي نقرأ اي جملة من هنا هنبقى عارفين نربطها باني جملة تتناسب معاها في البوكس التاني. طيب اول جملة بتقول ايه? to keep يعني تربي. and feed. feed يعني يطعم. يبقى هنا keep يربي. feed يعني يطعم. them يعني هما يبقى تربي. تربيهم وتطعمهم. and to get. get يعني يحصل على عشان تحصل على eggs. feed and meat. اللحمة. طيب الجملة التانية بتقول. special food يعني طعام مميز زي ما قلنا. for us يعني من اجلنا او عشان. الجملة التالتة بتقول. to build. انك تبني. houses يعني منازل. تبني منازل. for chicken. للفراخ to grow. عشان. آآ تنمو. healthier. healthy يعني صحي. healthier يعني بصحة افضل. grow rice يعني آآ نزرع روز. onions. البصل. and tomatoes. والطماطم. طيب احنا الوقت فهمنا معظم الجمل هنا او الجمل كلها بتتكلم عن ايه? تعالوا نرجع بقى للبوكس الاولاني. ونقرأ كل واحدة منهم. ساعتها لما نقرأ اول جملة او اول الكلمة. آآ هنفهم هي بترتبط بانهي جملة من الجمل اللي موجودة في البوكس الاولاني. او في البوكس ده. بيقولي هنا ايجيبشن فارمرز. يعني المزارعين المصريين. تعالوا نحاول نربطهم بجملة من الجمل اللي موجودين هنا. طبعا انتوا خلاص بقى دلوقتي عرفتوا. ما لهم الايجيبشن فارمرز المزارعين المصريين بيعملوا ايه? ها? الله يناور عليكم زي ما قلتو. جرو رايس بيزرعوا الرز. اونينز البصل انت توميتوز والايه والطماطم. هاجي في البوكس الصغير ده. واكتب هنا احنا قلنا جي ايجيبشن فارمرز. هم جاي كتب هنا نومبر ايه? نومبر وان. بعد كده نومبر تو. ريز شيكن ايز. ريز يعني وربي. شيكن الفراخ. ايز يعني يكون. يبقى تربية الفراخ تكون ايه? او عبارة عن ايه? ها? الله يناور عليكم. to keep. انك تربي. and feed. وتطعم. them هم. يبقى انك تربيهم وتطعمهم. ليه? to get. عشان تحصل على eggs and meat. البيض والايه واللحمة. تمام? يبقى زي ما قلنا هيبقى نومبر ايه? نومبر ايه? نومبر تو. نومبر ثري. اي ميد صم. ميد ده الماضي بتاع الفعل. ميك. ميك يعني يصنع او يعمل او يعد. ميد يبقى انا صنعت. اي ميد انا صنعت او انا اعديت. صم بعض. صم بعض. ايه بقى? لو تفتكروا احنا اخدناها في الجزء بتاع. الريدنج. اللي هو ايه? اللي هو. لما كاتممتوا بتكلموا بتقولوا. i made some special food for us. يبقى اللي هتمشي معها هي special food for us. يبقى جي نومبر ايه? نومبر ثري. ندخل دلوقت يا شباب على السؤال اللي بعده. بيقول read and complete the text. read يعني اقرأ. complete يعني اكمل. the text. text اللي هو النص. with words بكلمات from the box. من الصندوق. box اللي هو يقصد بي ده. الصندوق ده. فاحنا هنقرأ ده. ونحاول نحط الكلمات المناسبة في النقط اللي موجودة هنا. عشان نكمل الايه? زي ما قلنا. النص اللي هو text. طيب هنحله ازاي? اول حاجة لازم تعملها انك تقرأ الكلمات دول كويس. وترجم معناهم. بعد ما ترجم تقرأ الجزء ده. وتحاول تحط الكلمة المناسبة في كل ايه? فراغ. نبدأ بأول كلمة. رايس. خد بالك ان في فرق بين كلمة رايس وريز. دي رايس اللي هو القرز. دي رايز يعني يربي. كم يأتي. produce ينتج. تمام? وريز زي ما قلنا يربي. طيب. تعالوا نبدأ نقرأ التكست. بيقول ايجيبشن فارمرز يعني المزارعين المصريين. وانت بتقرأ حاول تترجم كل كلمة. ايجيبشن فارمرز المزارعين المصريين او المزارعون المصريون produce بينتجوا many things. يعني اشياء اشياء كثيرة. نكتب هنا كلمة كثيرة. you see. من اللي انت شايفهم. لو تفتكروا الكلام ده كان موجود عندنا في الجزء بتاع reading اللي هو في الفيديو اللي قبل ده على طول. لما جات مامة الوقت بتقوله بتقوله المزارعين المصريين بينتجوا اشياء كثيرة. we a vegetables like onions. احنا بنعمل ايه? بنعمل ايه? خضروات زي ال onions البصل, potatoes البطاطس and tomatoes وال ايه? والطماطن. يبقى احنا بنعمل ايه? الخضروات. هنا الكلمة المناسبة اللي نحطها رز. ولا تأتي. يعني احنا تأتي خضروات. احنا ننتج خضروات. احنا بنربي خضروات. ها? الله ينقول عليكم احنا بننتج خضروات. يبقى we produce. احنا بننتج خضروات زي البصل والبطاطس والطماطن. I think انا اعتقد we also احنا ايضا grow بنزرع. بنزرع ايه? بصوا يا شباب. احنا هنا كتبنا كلمة produce. حط خط تحتها كده ان احنا خلصناها. او اعمل يعني اشطب عليها كده اشطب صغيرها ان احنا استخدمناها عشان لما تيجي بعد كده. اه عايز كلمة من اللي موجودين هنا تبقى خلاص بقى انت مش هتبص تاني على الكلمة اللي انت اخترتها. هتبص على البقيين. تمام? طيب. يبقى we also grow احنا ايضا بنزرع. بنزرع ايه? انهي من دول كلمة مناسبة بنزرع ايه? الله ينقول عليكم بنزرع روز. يبقى we grow rice in Egypt. we ate chickens. احنا ايه الفراخ? بنعمل ايه? ها? احنا بنأتي الفراخ ولا بنربي الفراخ? الله ينور. we raise chickens احنا بنربي الفراخ. in Egypt. يبقى احنا خدنا كلمة raise. خد بالك ان دايما هتلاقي عندك كلمة او كلمتين زيادة. فخلاص يعني عاجي مفيش مشكلة هو حدثها بس عشان يتأكد ان انت عارف الكلمة بالضبط اللي هتحطها كأنه بيحاول لغبتك شوية. اوكي؟ طيب. بعد كده our food. الطعام بتاعنا طعامنا is special. يعني يكون مميز and delicious precious وايه ولذيذ. طيب تعالوا نشوف سؤال من نوع تاني زي ايه؟ زي اللي موجود عندنا هنا دلوقتي. بيقول لي choose the correct answer يعني اختار الاجابة الصحيحة from a b c or g. نعمل ايه هنا يا مستر؟ نقرأ الجملة كويس قوي. ونترجم الكلمات اللي موجودة. وبعد كده نشوف كلمة من دول تبقى مناسبة ونحطها هنا. طيب اول سؤال بيقول لي كزا نقط means خد من الكلمة دي عشان هتشوفها كتير قوي. means يعني تعني. طيب يعني ايه يا مستر؟ يعني الكلمة اللي انت هتحطها هنا اللي موجودة من اللي موجودة وسط دول. تعني to keep. انك to ruby and feed. وتطعم chicken الفراخ to get eggs. علشان تحصل على البيض and meat والايه واللحمة. انهي كلمة دول هتعني انك انت تربي وتطعم الفراخ عشان تحصل منهم على البيض واللحمة. grow تزرع تزرع. معناه انك تربي الفراخ produce تنتج ولا raise تربي ولا come تأتي. الله ينور عليكم انا سمعت الناس بتقول تربي يبقى هي دي الصحة. يبقى raise يعني تربي معناها او تعني انك تربي وتطعم الفراخ عشان تحصل منهم على بيد وايه واللحمة. احنا ايه؟ بصوا يا شباب. لما تلاقوا الجملة بدأت بسبجكت فاعل او شخص يبقى عايز بعد كده فاعل. تمام؟ يبقى فاعل وفاعل ادي كده الجملة بتبدأ بفاعل وبعد كده بنحط الفاعل. احنا ايه؟ يبقى احنا بنعمل ايه؟ الرز. الرز ده حاجات بتتزرع. يبقى احنا بنعمل ايه؟ الرز. هاوب بنساعد الرز دون نعمل او نفعل دو يعني افعل بنفعل الرز ولا يعني ازرع ولا ميك بنصنع او نعد انهي الاحسن. يبقى احنا بنزرع ويجرو احنا بنزرع. الرز ولا مون في بلدنا. كواسشن نمبر ثري بيقول النقط is very delicious. delicious يعني لذيذ خد بالك من الكلمة دي. very يعني جدا يبقى ايه يكون لذيذ جدا and sweet. sweet يعني حلو. حلو يعني حاجة محلية. اونين البصل. بوتيتو البطاطس. sugar cane. اللي هو الاسعب السكر. رايس الرز. مين في دول؟ delicious. و ايه برضو؟ sweet. وحلو. تعمو محلي. خد بالك. حاول. ما تقراش جزئية. ودول كده خلاص انا فهمتها وحكتبها. وعرفت الحل. لا. لان ممكن مثلا حد يقول ايه؟ اه والله بوتيتو ده delicious. لذيذ. اه بس لما كملت وقرأت الباقي اللي هو sweet محلي. عرفت ان هو ايه؟ sugar cane. اصب السكر. question number four بيقول I eat. انا اأكل. نقط in the morning. في الصباح. باكل ايه في الصباح. او بتناول ايه في الصباح. lunch. الغداء. dinner. العشاء. breakfast. الفطار. ولا table. الترابيزة. سمعت ناس قالت breakfast. فطار. لان هو ده اللي بكله في الايه؟ in the morning في الصباح. خد بالك. lunch. dinner. breakfast. دول اسمهم meals. يعني يا مستر ميلز. يعني وجبات. انا عندي تلات وجبات في اليوم. breakfast. الفطار. آآ. lunch. الغداء. dinner. اللي هو الايه؟ العشاء. آآ. نقف لغاية هنا دلوقتي. وان شاء الله فيديو جاي. هعمل لكم آآ. السؤال ده. اللي هو read order and write. write. اوكي؟ شكرا